السلام عليكم حبيباتي في فيديو جديد وفي الحلقة السابعة من سلسلة أشنو غداك أو إعشاك اليوم اليوم إن شاء الله أريد أن نشارككم الطبق للحم بالخرشف أو بالخرشف اللي يجيبني وحكى المبتدئات يتعلموا معانا فأول حاجة أنا في الأول كنت قد يضيجا قد ينقهه وكل شيء قد ينصبه معاكم ولكن فكرت قلت ما أحد ندار هذه السلسلة المبتدئات إلا وأنه البنات اللي مبتدئات في المطبخ أكيد ما غادش يكونوا يعرفوا ونقهوا الخرشف وهذه مشكلة دي ما كنتحوا فيها يعني كتلقي شي حاجة كتقولي هلا هذي صعيبة ما نديرهاش ما نديرهاش لا خصنا أي حاجة نتعلموا لها وأي حاجة نديروها أول الخرشف من تشريوه أو تشريو العرش أو العريش نقول له يكون صغير ما يكونش كبير بزاف يعني يكون صغير باش تغياطة بلكم يكونوا الوراق دياله عطريين ما يكونوا شي يابسين وتانيا من اللي كتدخلوا فيه الصبع ديالكم أو كتلمسوه كتلقوا فيه لماما كتلقواه شناشف وإلا ما كنتوش غادية تنصبوه في ذاك النهار اللي شريتوه فيه كتوقفوه وكتديرو في واحد سطل عمر بالماء وكتوقفوه وكتخليوه يبات فيه باش كيبقى لكم مزيان صافي أدركي غادين نمشيو أعدوهما النصائح اللي اعتدتكم في الأول أدركي غادين مشيو باش نقطعوه نقطعوه في الولدك الأسفل دياله بهذا الشكل هذا بعد نحيدوهم كي قوعدنا هكا فروعة كراكو تشوفو نحيدو لهم ذوك الوريقات ونشدو سكين ونقشروهم نقشرو لهم ديك الطبقة الأولى كراهيب للكمت بحل واحد الجلدة كتكون مغلفاتهم وهذا الجلدة كتكون بحل الشعر دايرة بحل الخيوط هكا كتكون خيوطة كتقوا تحيدو فيهم هكا خيوط كتستمروها كقعم من الجوانب دياله كتحيدوهم بهذا الشكل هذا قعم أربعة ديال الجوانب كتلقوها كبحل خيوطة تحيدوهم تتأكدو أن كل شي ركو حيدتوه باش مين لقوتوه والسكين ما كتتمشي معاكم حتى شي خيات ما كيتمشي معاكم تكيولي هادا كيولي بملس يعني مخا تتلمسو فيه التحجن كتلقوها رطب وها الطريقة سهلة كمشتو كينحيدها ككامل هادوك الخيوطة بسهولة تكيو نحيدهم تماما وهه سهل للبنات شتو معايا كيفاش نرجع قدي نوريكم واحد قبل من واحد هوا هذا اللي منقي شتو كيفاش كيولي اللون ديالو خضر ناصح كيكون ملس وها هو قبل ما يتنقع يعني كيركيبلكم الفرق واضح وبعين شتو كيفاش كيرجع كيرجع خضر اللون ديالو املس صافي هذه هي الطريقة كتوجد واحد البانيو فيه الماء والحامض كتعصروا في هاكا الحامض باش الخرشف مايتغيرش اللون ديالو يبقى اللون ديالو زويمن وكتقطعو الخرشف لحسب الحجم اللي بغيتون تومة كل واحد الحجم اللي كيبغي بغيتو تصغرو بغيتو تكبرو اللي يحب الخاطر هادي نستمر هاكا البنات نتمنى يكون كل شي واضح وكل شي مفهم دايما تزعموا على الحاجة التحجم تقولوا رحا صعيبة بحيث كل شي رح ساهل لإنسان يكون هاكا عندو الخاطر باش يتعلم هالحويجات من اللي ينقيتو خليتو في الحامض ونشيو ننصبو الكوكوت ديالنا فنصيحة الخرشف اللي كيصر عه او اللي كيجي معه هو اللحم ما تدروهش بالدجاج اما اللحم اما الدجاج البلدي هادو هما اللي كيجي مع الخرشف والاغلبية اللحم فهنا يا انا عندي نص كيلو ديال الحم درتها في الكوكوت ضفت عليها واحد تقريبا اربع كاس ديال الزيت وغادي نخلي اللحم يتقلى مزيان مزيان هادو بجي كل ماكله بزوينا وبنينا ديما اللحم قليوه مليح مليح يتقلى مزيان من جميع الجهات كتقلبو فيه حتى كيتحمر مزيان هكا كيطلق هادو كيطلق عذك العصارة ديالو اللي كتعتنا بالناء في المرقى ديالنا اشتو معايا من اللي يتقليو اللحم غادي نضيف عليه بصلة مشلدة وجوش فصوصة ديال التوم حكيتهم وغادي نضيفهم حتى هما يتقلىوا مع هاداك اللحم منقلبو كل شي غادي نوريكم كيفاش وللون ديال اللحم نوريكم نقرب لكم الكاميرا هاي اشتو معايا اللحم تحمر سفي غادي نضيف حبة ديال الطماطم محكوكا وغادي نضيف واحد جوج معا القكبار ديال اللقصبورو مع الدنوس وغادي نضيفوا التوابل قبل من التوابل غادي نخوي هاداك الخرشوف كله بحيط خاصوه يطيب معايا اللحم باش كيجيكم سوا سوا أنا اللحم اللي عندي لحم الخروف غادي يجيف الطياب معاه هو هاداك فكترميوه معاه وكتب له كتديروا الملح اكيد رهائنكم وميزانكم كتديروا البزار تقريبا واحد راس معلقة صغيرة من الفلفل اسود كندير واحد الرشيان تعالفلفل احمر رشة خفيفة فقط معلقة صغيرة مملوءة من زنجبيل او سكينجبيل أنا درت هنا رشة جيل الزعفران مباركا ندرغي الخرقوم واليوم كملي الخرقوم درت رشنت على الزعفران باش تعطني اللون فقط يلا كنا عندكم الخرقوم نديرو الخرقوم مالقة صغيرة فقط ومرقت مرقت حتى غطيت على الخرشوف الخرشوف غادي نبلع عليه ونخليه يطعب من اللي كيقرر بيطيب سافيكة تبقى لوغي واحد خمس دقايق باش نطفي له أنا هنا غادي نزيد البطاطا على حسب الوليدات ركو عارفين اللي عندو الوليدات كيبغيها كيزيد البطاطا فتقدروا تستغنو عليها بحلها كيلا كان عندكم شي ضيف ولا شي حاجة ديرو غير الخرشوف مع الزيتون وقدموه اما إلا كان عندكم الوليدات فاحنا كمال في ندرهم البطاطا درتها وقد نخليها غاية واحد ربعا دقايق بما طابت وكتجمر المريقة ديانة وكرا كوتوفو المريقة ديانة طابت وتجمرت وجايفنة سوفي حانا مقتو التقديم فأنا كنحط لكم ذاك الشي كما كنحط في داري البنات بلا زوا قبلت شي حاجة أنا معاكم في هاد الوصفات اليومية اللي كنديرهم في المنزل اليالي كنحطهم على طبيعتي كما كتحطنوا كذلك في المنازل اليالكم سوفي فدورت هذيك البطاطا وحتت اللحم في البصد وكندير ذاك الخرشوف من فوق اللحم مباشرة وبالنسبة للخرشوف قلنا كيتوتمعه الزيت والحمر فاقصلت الزيت والحمر ودرت له شوية البويون من المرقة وطبخته هكا بشي يسخن ومبعد درتو هكا من فوق الخرشوف وكيجد ديان طبق دياننا هاده هو مشهيدكم نتمنى أخواتي مبتدئاتي ستافدهم هاد السلسلة هاده وكذلك حتى غير المبتدئات كنتعلموا دائما من بعضياتنا وهذا رهما شيعيب بالعكس أنا كي يعجبني الحال إلا وراني شي حيد كي يعجبني الحال وكان بغين نتعلم ونزيد نتعلم فالفيديو دياننا السلحنا يا حبيباتي ما تنسوش تبارتاجي وكذلك تخليوا لي شي لايك باش تشجعوا لي نقدم لكم المزيد وكذلك شكرا على تعليقاتكم الرائعة كنشكركم بزاف وانطلقوا في الفيديو القادم إن شاء الله ودائما مع شواتا فإلى اللقاء